السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي في الدرس الثاني من مادة مهارة الكتابة بأسلوب ناقد في المجال الأكاديمي سنتطرق اليوم إلى موضوع تفعيل التفكير الناقد في مهارتي القراءة والكتابة في المجال الأكاديمي بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ قبل أن ندخل في تفاصيل درسنا لهذا اليوم أود الإشارة إلى مجموعة من الملاحظات الهامة أولا أهمية مهارتي أو القدرة على التحليل والتعليل بالنسبة لمهارة التفكير الناقد سواء في القراءة أو الكتابة في المجال الأكاديمي ثانيا أن التفكير الناقد كما ذكرنا في الدرس الثاء السابق يعتمد على تغيير طريقتنا ثالثا أن التفكير الناقد يتطلب إدراكنا ووعينا الكامل بآراءنا ومواقفنا الشخصية حول موضوع ما أي صوت الأنا لابد أن تجد صوت الأنا الخاص بك لتفاعل مهارة التفكير الناقد سواء في الكتابة أو القراءة في المجال الأكاديمي أيضا يعتمد التفكير الناقد على قدرتنا على تجسيد تلك الآراء ووجهات النظر والمواقف الشخصية لتبدو مقنعة ومنطقية لمن يقرأها أي أننا لابد أن نفكر في القارئ الذي سيتلقى النص الذي سنكتبه لابد أن نعمل أو نحرص على أن ما نكتبه يكون مقنعا ومنطقيا وهذه الأمرين مع التحليل والتعليل كلها مهارات مهمة جدا لتفعيل مهارة التفكير الناقد خامسا أن التفكير الناقد يعتمد على الرغبة والجرأة على طرح الأسئلة والتحري والبحث عن الحقائق وعدم تلقي المعلومات بشكل سلبي كما ناقشنا ذلك أيضا في الدرس السابق أخيرا سادسا تفعيل التفكير التأملي في القراءة والكتابة في المجال الأكاديمي يعتمد اعتمادا كليا على فهم المطلوب بالتحديد من البحث أو التكليف فلابد علينا من التأكد من فهم الهدف من التكليف الموكر إلينا أو البحث الذي سنقوم به وعلى أي أساس ستتم عملية تقييم هذا البحث أو تقييم النص الذي سنكتبه وما هي العناصر التي يجب توافرها أو المواضيع التي يجب أن نتناولها في بحثنا وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها من خلال سؤال المشرف الأكاديمي أو أستاذ المادة التي سنقدم التكليف لاجتيازها كل هذه الأمور ستجعل عملية البحث عن المصادر وإعادة تركيبها أو عملية الكتابة موجهة وذات غاية وأيضا تساعد في ترتيب عناصر البحث بشكل يجيب على السؤال المطروح بأسلوب منطقي كما ذكرنا المنطقية مهمة جدا وهذا أمر مهم للغاية ويجب علينا تذكره دائما أن أسلوب ترتيب وهو أن أسلوب ترتيب البحث والمواضيع الرئيسية والفرعية فيه بأسلوب منطقي أو ما يسمى بالتطور المنطقي في النص هذه كلها تعتبر من مهارات الكتابة بأسلوب ناقد وسنعود إلى هذه النقطة لاحقا إذن يمكن القول أن التفكير الناقد يعتمد على سبع مهارات مهمة أولا القدرة على تسجيل الملاحظات والفضول وطرح الأسئلة والبحث عن المصادر تحليل وفحص الإدعاءات والآراء ومقارنتها بالحقائق أيضا رابعا التعرف على وتحديد المشكلات خامسا القدرة على تقييم صحة وشرعية للدعاءات والآراء المطروحة في النصوص سادسا القدرة على التوصل إلى قرار صائب وإيجاد حلول صحيحة سابعا وأخيرا القدرة على فهم المنطق والتناول المنطقي للنقاش في النصوص المقروح كما ذكرت قبل قليل إذن في الجزء الأول من درسنا لهذا اليوم سنتحدث عن النقد في القراءة الأكاديمية وسنتطرق بإذن الله إلى خمسة مواضيع رئيسية أولا العلاقة بين الكتابة بأسلوب ناقد والقراءة بأسلوب ناقد ثانيا كيفية التعامل مع قائمة المصادر المقترحة ثالثا سنتعلم كيف نقرأ بأسلوب ناقد بأقل جهد ووقت ممكن أو ما نسميه بأسلوب اقتصادي رابعا خطوات عمل مدونة قرائية وسنتناول نموذج مقترح لمدونة قرائية خامسا خطوات تقييم مصداقية المصادر التي نقرأها وكما ذكرت قبل قليل فإن القدرة على التقييم هي جزء من المهارات أو مهارة من مهارات التفكير الناقل اشتركوا في القناة